موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب واضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا من سابقها ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل المنح والفرص منح موجودة في اليابان في كوريا جنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتير جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع الصفر الى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع اللي منخلها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان كنا عرضنا فرصة تطوع وكانت فرص تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاديم فكان عملية التقديم ولا بول فيها حاصرانا عن طريق قناتنا وتم على المفايزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله كن موجود مع نا فرص جاية كتير التقديم ولا بول فيها حاصرانا عن طريق قناتنا بالاضافة كمان كنا اعلاننا عن خدمة وخير متى المساعدة في التقديم لأي فرصة ومن حينت عايزة تقدر تقدم نخلنا بشكل الاحترافي او تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس سوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب نقول كمان لجميع رابط جروباتنا على واتساب جروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاص بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاقيه موجودة في سندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة اللي ونتكلم عن فرصة النهاردة وهي فرصة ممتازة جدا. متاحة لجميع الفئات والاعمار. هي فرصة حضور مؤتمر في كندا. تمام? يبقى الدولة المنحة اللي هيكون فيها المنحة هي دولة كندا. هتكون في مدينة اسمها مدينة طيب. الجهة المنحة مين اللي مقدم المنحة دي او مين اللي عامل المؤتمر ده المنظم? هيكون منظمة اسمها تمام? دي الجهة المنحة. الدول المتاحة للتقديم في المؤتمر ده هي معظم دول العالم. متاحة للتقديم والاغلب هيكون من الدول النامية. طبعا الدول النامية زي مصر المغرب تونس الجزائر الدول النامية دي هيكون لها الافضلية في آآ القبول. تمام كده? المرحلة الدراسية المتاح لها المنحة دي المنحة دي متاحة لجميع الاشخاص للطلاب والخريجين من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وايضا الدبلومات. يعني لو حضرتك دلوقتي بتدرس في اي مرحلة دراسية طبعا آآ تكون عدية الثانوية العامة او البكالوريوس بتدرس في الجامعة آآ او مثلا اي مؤسسة اخرى فانت متاح لك التقديم آآ انت حضرتك متخرج وبتشتغل دلوقتي متاح لك التقديم برضو تمام? يبقى طالب او خريج متاح لي التقديم بدون وجود اي مشكلة. وفي ملاحظة بقى في الفرصة دي ودي حاجة مميزة جدا ان الفرصة دي ليس بها حد اقصى لعمر. طبعا بتلاقي فرص آآ يقول لك بس حد لاقصى لعمر وتلاتين سنة خمسة وتلاتين سنة. المنحة دي مفتوح فيها الاعمار مفيش حد اقصى. تمام? بالضافة كمان المنحة دي لا تحتاج شارط لغة انجليزية. يعني مش محتاج فيها لشارط لغة انجليزية ولا فرنسية. عشان آآ كندا بتكلمه انجليزي وفرنسي فانت مش محتاج اي شارط لغة خالص. ومقبول فيها جامعة التخصصات. اي شخص من اي تخصص يقدر يقدم في الفرصة دي بدون وجود اي مشكلة. طيب. مدة المؤتمر ده ايه? ركز بها معي هنا. مدة المؤتمر من آآ اربعة الى سبعة اكتوبر الفين وعشرين. يعني المؤتمر ده هيبدأ من اربعة لسبعة اكتوبر الفين وعشرين هيكون لمدة اربع تيام. تمام? كده? المؤتمر ده مدته اربع تيام فقط. يعني هيكون فرصة ممتازة جدا آآ لجميع الاشخاص مش همسلا مؤتمر او مثلا فرصة مدة شهر او شهرين او تلت شهور. لا. فرصة لمدة اربعة تيام هتزور فيها كندا. يعني كانك طالع رحل. تمام? يعني حاجة ممتازة جدا. اخر موعد للتقديم آآ في الفرصة دي انا هتطولكو في الاول هنا. لانه هو هيكون موعد بدري شوية هيكون خمستاشر ابريل الفين وعشرين. يبقى لو انت مؤتم بالفرصة دي لازم تحاول تقدم في اسرع وقت. عدد الاشخاص اللي هتقبلوا في الفرصة دي هيكونوا اكتر من ستلاف شخص. يعني هيحتر المؤتمر ده اكتر من ستلاف شخص من جميع الفئات والاعمار. تمام كده? فانت فرصتك في القبول هتكون كبير لان هيكون الاختيار من الدول النامية. هما ذكروا كده. يعني الدول الاوروبية مش هيكون الاتجاه لها. آآ الدول الاسيوية مش هيكون الاتجاه لها بشكل كبير. هيكون الاتجاه للدول النامية معظم الدول النمية من الدول العربية. تمام كده? طيب بالنسبة للتمويل بقى. المنحة دي بتتكلف بايه? المنحة دي بتتكلف بتزاكر الطيران مجانا ذهابوا عودة من بلدك الى كندا والعكس. يعني لما تطلع عن بلدك تزاكر الطيران عليهم ولما تخلص المؤتمر وترجع برضو هتكون تزاكر الطيران عليهم. آآ هيكون في اقامة في الفندق. تمام? اقامة آآ مجانية طول الاربع تيام على حساب المنحة. هيكون في راتب يومي طول الاربع تيام. كل يوم هتاخد منهم راتب. الراتب ده آآ شب انت ممكن تعمل به اي شيء. تمام? لان الفندق بيكون فيه واجبات الطعام. فبالتالي الراتب اليوم ده انت ممكن تستخدمه في اي شيء. لو ايس تطلع مسلا تزور البلد تتمشى شوية. آآ تجيب اي حاجة. الراتب اليوم ده هيكون كافي لك في كل شيء. بالوضافة كمان ان المنحة دي بتتكلف برسوم التسجيل المؤتمر. المفروض ان المؤتمر ده بيكون فيه الرسوم بتتكلف حوالي تلتونمية دولار. المنحة هتكلف لك بالرسوم دي على حسابها هي انت مش تدفع اي تكاليف. تمام كده? بردفة كمان المفاجأة هنا بقى ان يمكنك اختيار تكاليف السفر الذي تريد والراتب اليومي الذي تريد من خلال هذا الملف. في ملف عملته المنحة والمؤتمر الملف ده انت بتقول لهم فيه انا عايز مسلا تذكر الطيران تكون بالمبلغ الفلاني. انا عايز الراتب اليومي يكون جزا. طب يفتح معاك وينزل معاك الملف في شكل اه اكسل. تمام? الملف هنا هو. ركز معاك في الملف ده. الملف ده هو بيقول لك هنا انك ممكن تقدر تحدد فيه تذكر الطيران اللي انت عايز. يعني مسلا شخص طالع من مصر لكندا. فانت مسلا بتخش تدور تذكرة الطيران من مصر لكندا بكام? فتروح انت مسلا هم هنا حاطين المكسيمم الف ومئة دولار. انت مسلا بتروح هنا وكاتب انا والله يتذكر الطيران من مصر لكندا والله تمنمائة دولار. فانا هحط له هنا تمنمائة دولار. انا عايز اه اللي توفروا لي تمنمائة دولار تذكر طيران. تمام كده? بالنسبة الاقامة. اه انت عايز تقيم الاربعة ايام كاملة ولا انت مسلا عايز تقيم يومين على حسابك ولا الاربعة ايام كلها على حساب المنحة فبتختار اربعة ايام. بيقول لك هنا هم هينقلوك من المطار لما توصل اه مطار هينقلوك لمكان المؤتمر. فبيقول لك هيكلفه عشرين دولار. فانت هتسيب دي زي ما هي. اه تمام? اه هنا بشرحولك على اه من الايربورت نفسها. وهنا دي على رسوم التسجيل في المؤتمر. اللي هي التلتمائة دولار رسوم التسجيل فانت بتسيب دي زي ما هي وما بتكفلو لك بيها. هنا بيقول لك بتاعك اللي هو اللي هيكون فانت بتختار عايز تاخد مرتب كام في اليوم? فانت بتختار وبتحدد. مسلا انا عايزي عشرين دولار في اليوم مسلا تلاتين دولار. على حسب ما انت بتشوف مسلا اه انت هتعمل ايه بالمرتب ده. فبالتالي بيتحدد. تمام? اه وهنا بتكتب بتاعة تكلفة كلها بتاعة تزاكر الطيران مع رسوم التسجيل مع كل شي فبتحطه هنا في التوتل. تمام كده? وفي هنا هتلاقي حاجتين اللي هو اه ده اللي هو المنحة الموالية بالكامل والمنحة النصف تمويل. المنحة النصف تمويل بيقول لك هيكون الاقامة لمدة يومين. هتتكلف بالماكسمم في اه تزاكر الطيران الف دولار. فانت بتشوف انت عايز تملى للمنحة المنوالة بالكامل او للمنحة النصف تمويل. فمعظم الاشخاص يختاروا المنحة المنوالة بالكامل. وفي اشخاص كتيرة جدنا متتقبل في المنحة المنوالة بالكامل. وانت اللي بتحدد الراتب الشهر الراتب اليومي. انت اللي بتحدد اه عدد ايام الاقامة. انت اللي بتحدد تزاكر الطيران تكلفتها عايزة بكام? تمام? وبتحط كل التكليف دي هنا. تمام كده? نرجع بقى تاني التفاصيل بتاعتنا هنا. يبقى انت اللي بتحدد كل الاشياء دي وتكلمنا عن التمويل. طيب المؤتمر ده انت هتعمل فيه? بيقولك ان المؤتمر ده بيتحدث عن الصحة العامة وكيفية المساعدة في ذلك ونشر الوعي بين الاشخاص للحد من انتشار الامراض. يعني المؤتمر ده هيكون بشكل عام. يتكلموا مسلا عن الامراض الموجودة في الوقت اللي احنا فيه اه ازاي مسلا تنشر الوعي بين الناس اه ازاي مسلا تساعد في عمل اسعافات اولية يعني هيكون عن الصحة بشكل عام. ودي حتكون حاجة ممتازة جدا يعني مش هيكون فيه تخصص معين ولا حاجة معينة هم يتكلموا عن الصحة بشكل عام. طيب ايه الاوراق المطلوبة عشان تقدم من المنحة دي? عندك اوراق بسيطة جدا. اول حاجة السيرة الزاتية بتاعتك بتاعتك يكون مطلوب. تاني حاجة اه اثبات قيد من الجامعة. تمام? لو انت حاليا طالب جامعي. اه مقيد في جامعة يبقى لازم تجيب لهم زي كده ورقة بتثبت انك مقيد حاليا في الجامعة. ولو الورقة دي مش معاك ومش عايز تجيبها ممكن تقدم عادي بدون الورقة دي. يبقى هم حطي لك اختيار. لو انت عايز ده مش بشكل اجباري هي بشكل اختياري. عايزها عايز تقدم بدونها او مش عايز. حاجة بترجع لك. تمام? وممتقصرش على اه تالت حاجة خطاب توصية. محتاجين خطاب توصية واحد على الاقل من استاذ جامعي من شخص صاحب عمل من مؤسسة انت تتواطي معاها او عملت فيها كورس ما الى ذلك يعني تمام? اه وكمان تحطي لهم الملف الخاص بتكلفة الصفر. لسه متكلمين عليه هنا اوه. تعال كده معي. الملف اللي احنا اتكلمنا عليه ده. اللي هو الملف ده. تحطي لهم مع الاوراق المطلوبة. لان انت هتملاوت وهم هشوفوا من خلال ملف ده انت التكاليف اللي انت حددتها كام? عشان تحضر المؤتمر ده. بالاضافة كمان الاجابة على المقالات في مقالات موجودة في المنحة دي كم مقال كده. ولازم تعتمي بيهم بشكل كويس. فلازم تجاوب على المقالات دي. تمام? وانا هنا اكتب لكم اللحظة ان احنا قاقنات منح من كل الالوان بنتيح عملية التقديم لاي منحة وفرصة انت عايزها بشكل احترافي. بنعمل لك جميع المقالات بنجهز لك التقديم ما الى ذلك. فلو عايز تقدم من خلالنا بتلاقي استمارة التواصل معنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. لو عايز تقدم بنفسك آآ لك حرية الاختيار وآآ ممكن تتبع شرح الفيديو وتقدم بنفسك. تمام كده? طيب خلنينا بقى دلوقتي نشوف الاعلان الرسمي للمنحة. انا هنا هتلكم اللي هو التقديم وهنا الاعلان الرسمي للمنحة. تعال كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي. آآ ده الاعلان الرسمي يفتح معنا دلوقتي. هتلاقي في كل التفاصيل عن المنحة. آآ بتكلف بايه? آآ هتلاقي هنا حطر لك التقديم. هتلاقي ملاحظات ان الابليكيشن بنتين خمستاشر ابريل الفين وعشرين. تمام? وهيتم آآ التواصل مع المقبولين في مايو الفين وعشرين. تمام? يعني في بداية مايو الفين وعشرين هتواصل مع الاشخاص اللي هتقبلوا من خلال الايميل الخاص بهم. طيب كده شفنا العلان الرسمي. تعال بعد دلوقتي نروح لابليكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان تروح لابليكيشن التقديم. طيب. لما تضغط على كلمة قدم الان الابليكيشن يفتح معك بالشكل ده. تمام? ده الابليكيشن يفتح معك كده. هتلاقي في عندك حاجتين. بقولك او كريت نيو يوزر. طيب انا كمستخدم جديد. ما عنديش اكاونت على الموقع بتاع المنحة. تروح نكريت نيو يوزر دي. وتضغط عليها. وتحط اليميل بتاعك. تعمل تكتبه مرة كمان. تعمل من عندك. تعمل مرة كمان تأكده. وبعدين تضغط على كلمة لما تضغط عليها انت كده عملت على موقع المنح. بعد كده تروح جايب هنا الجوز ده جاي وتكتب اليميل بتاعك والباسورد وتفتح المنح. لما تفتح الابليكيشن هنزهر لك بالشكل ده. تمام? هنزهر لك كده. وفي بعض الملاحظات هنا بيقول لك الابليكيشن انتي خمستاشر ابريل. يعني اه بعد الملاحظات قبل ما تبدأ. وهنا بيقول لك كده اوراق المطلوبة انك تحطها في الابليكيشن. بعد كده نضغط على كلمة هيفتح معانا اول وهو اللي هو معلومات الخاصة بالابليكيشن بتاعك او المتقدم. اه هنا السرنم بتاعك اللي هو بتكلم عن البريفكس. اه تختار مسلا بروف دكتور اه مير هكذا. تمام? تختار السرنم. تكتب اسمك. اه بتاعك تاريخ الملاد بتاعك. هنا بتحدد العمر انت الفئة العمرية بتاعتك بتتراح ما بين تمنتاشر لتلاتين ولا انت ما بين واحد وتلاتين لاربعين. فدي حاجة ممتازة جدا يدل لان المنحة متاحة لجميع الفئات العمرية. تمام كده? طيب. هنا مطلوب الجندر تحط الجندر بتاعك او في ميل. اه هنا تكتب العنوان بتاعك حاليا وبلد الاقامة. تمام? وتكتب الايميل بتاعك. وهنا اه تكتب المؤسسة بتاعتك. بص هنا في في الجزء ده كده بيقول لك يعني انت دلوقتي مسلا في جامعة ولا في اه شركة ولا بتعمل ايه بالزبط فبتكتب اسم المؤسسة اللي انت تتبح حاليا وهنا بتختار بقى النوع ده. اللي هو ولا ايه بالزبط تمام? اه وبتكمل بقى البيانات دي بيقول لك لو انت طالب يبقى لازم تذكر لنا اسم الكلية اللي انت مخيط فيها حاليا. تمام? طيب نخش على الجزء اللي بعده. بعد لما تخلص ده يزيار لك الجزء ده. هنا بيقول لك ان عندك نوعين من التمويل زي ما كنا وضحنا. اللي هو التمويل الكامل والنصف تمويل او التمويل الجزئي. فلو انت عايز تمويل كامل تختار فل. تمام كده? وخلاص ما بتعملش الجزء ده. بيقول لك لو انت عايز التمويل النصف كامل. فبيقول لك لازم تختار النصف كامل. عايزهم يوفروا لك ايه? لو انت عايز تمويل النصف كامل. بس طبعا معظم الناس يختاروا الفل. اه هيكون افضل طبعا يعني. طيب. بعد كده لما تخلص الجزء ده تضغط على اه ناكس. تمام? وهنا بيقول لك اه لو انت شاركت في المؤتمر ده اللي كده وضح لنا الرقم يعني كل متقدم او كل شخص مقبول في المؤتمر او حضر المؤتمر بيكون زي ليه نمبر كده. اللي هو او زي بيحضر به المؤتمر. فبيقول لك هنا اسكر الرقم الكرني او النمبر بتاعك. فلو انت ما حضرش المؤتمر قبل كده فبتضغط على كلمة نو وخلاص بتسيب الجزء اللي تحت هنا فاضي. بعد كده بتضغط على كلمة ناكس. وهنا بيسألك بقى المقالات. هنا بداية المقالات. بيقول لك هنا اوصف العمل بتاعك وال بتاعك في مجال الصحة العامة. انت ازاي شاركت في مجال الصحة العامة. مسلا تقول له انا وعيت الناس مسلا بدأت اه اه اتكلم مع اصدقائي اوعيهم عن اه انتشر الامراض وان هما ما يهتموا بصحتهم يلعبوا رياضة. يعني بتذكر التفاصيل دي. تمام? بعد كده تاني مقال بيكلمك عن اه 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 اهدافك من المؤتمر ده. تمام? ليه انت عايز تحضر المؤتمر ده? وبعد كده تالت مقال اه بيقول لك اه انت ليه عايز اه تحضر المؤتمر ده وازاي هيفيد في مجال الصحة. تمام? بعد كده المقال اللي بعده بيقول لك ايه الخبرة اللي هتكتسبها من المؤتمر ده واللي هتنفعك في دراستك او في مجتمعك. تمام كده? وتجاوب علي السؤال ده برضو. بعد كده بيزهر لي اخر جزء وهو جزء الاوراق المطلوبة. هتلاقي عندك هنا بتضغط على دي وبتحط بتاعك اللي هو الكالكوليشن تمام? اللي هو بتاع التكاليف السفر اللي احنا كنا تكلمنا عليه بتحطه هنا. وهنا لو انت طالب في جامعة بتحطه اه الورقة اللي بتثبت ان انت مقايد في الجامعة لو ما عندكش الورقة خلاص بتعمل للنقطة دي وبتحط باقي التفاصيل فقط او الاوراق فقط. تمام? بعد لما بتخلص الاوراق دي وبتحط الاوراق دي بتضغط على كلمة وبعد كده بينقلك للمرحلة الاخيرة وهو انك بتضغط على كلمة وبتعمل بتاعك وكده يكون راح للمنحة. تمام كده? يبقى الفرصة ممتازة جدا صراحة وانت الكمان اللي بتحدد تكاليف السفر بتاعتك بتحدد الراتب اللي انت عايزه طول الاربع تيام بتحدد كل شيء في المنحة وبيقباله في عدد كبير اكتر من ست تلاف شخص في المنحة ممتازة جدا. تمام? وما تنسوش ان اخر معادل التقديم هو خمستاشر ابريل الفين وعشرين. فقريت لو مهتمين تسرعوا في عملية التقديم للفرصة دي. تمام? فان شاء الله بإذن الله يكون بالتفيه ولبوليكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.